عدم ثقة وتبادل الاتهامات بين حزب النهضة الحاكم والمعارضة هما سمة المشهد السياسي التونسي فتسريب وثيقة أمنية حذرت فيها المخابرات الأمريكية الداخلية التونسية من اغتيال النائب المعارض محمد الابراهمي قبل 12 يوما من الاغتيال زاد من حدة الأزمة المشتعلة أصلا بين الطرفين وخلال جلسة مساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي لوزير الداخلية لطفي بن جدو طالب طيب العقيلي العضو في اللجنة كشف اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي طالب بفتح تحقيق بعد رفعه دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة ونحو 20 مسؤولا في الداخلية بتهمة التواطئ والمشاركة في الجريمة ملوحا بتدويل القضية ورغم اعترافه بفضل وزارته في حماية البرهمي إلا أن وزير الداخلية اتهم المعارضة بالسعي إلى إيجاد موطئ قدم لها في الداخلية متعاهدا بإبعاد من وصفهم بأصحاب الولاءات أشخاص داخل الداخلية يعملون لصالح جهات معينة هذا ممكن خطر احنا ما زلنا ما نظفناش فما الإدارة العميقة فما ناس يدنون بالولاء جمعة شيبوب قبل وجمعة ترابلسية قبل نزالوا حتى الأحزاب الموجودة الآن الكل يروم إيجاد موطئ قدم في الداخلية وكانت المعارضة اتهمت حركة النهضة بالسيطرة على الداخلية عبر تعيين قياديين يدينون لها بالولاء وتلقون تعليماتهم من رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء علي العريض معتبرين الوزير الحالي لطفي بن جدو مجرد واجهة وللتخفيف من حدة التوتر أعلن بن جدو استعداده لفتح الأرشيف السياسي في وزارته مشترطا إشراف من وصفها بالأياد الأمينة على هذه الخطوة حتى لا يتم استغلالها من أي طرف ترجمة نانسي قنقر